اهلا ان درغم عاملين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير فيديو النهاردة نرسم في عظام اليد فقبل ما يبدأ ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناة تفعيل زر الجرس ويلا بينا اول حاجة عملها استخدم قلم اتش بي قلم اتش بي موجود في كل البيوت بعمل شكل دايرة كده لفوق بعدين بطلع لفوق وعمل مسلس بعدين بروح لجهة اليمين بشكل تجعيد بعدين اطلع فوق بعدين اروح لشمال بعدين اطلع فوق ثاني بعدين بقى بعمل خط مستقيم لفوق بعدين اميل الجهة اليمين على شكل دايرة اعمل شكل دايرة فوق بعدين انزل تحت واعمل مسلس بعدين اطلع فوق وعمل دايرة بتاعت الصبعة الاوسط زي ما انشايفين وانزل ثاني وبعمل المسلس اللي تحت بعدين اطلع عشان اعمل الصبعة التالت او البنصر طبعا كلنا عارفين ان بيبقى فيه ترتيب للصابع يعني انت لو لو حطيت صبعة كده جنب بعض هتلاقي ان الصبعة الاوسط اطول من الصبعة الاول واطول من الصبعة التالت والصبعة الاخير او الخنصر هو اصغر واحد فبنعمل على اساس كده زي ما انشايفين كلهم كانوا زي بعض بس بنعمل دايرة فوق وخطوط لتحت وبعدين بقى في الاخير دا هنزل لتحت كده بالطريقة زي ما انشايفين عملت مسلس صغير وبعد كده هعمل دايرة تحتها زي ما انشايفين وباجي للجنب ومن هنا باطلع لفوق واعمل شكل مسلس بعدين انزل لتحت واكمل لناحية الشمال بعمل دايرة ناحية الشمال وبعدين بانزل واعمل مسلسين جنب بعض زي ما انشايفين مسلسين جنب بعض دول بعدين بانزل لتحت بعدين بروح لجاية اليمين كده عشان اقفل الحتة دي بطلع لفوق ومن ناحية التانية بيتأكد انها مزبوطة اعمل مسلس تحت كده فراغ وبعدين بوصل الحتتين دول ببعض عايزين نعمل كمان في كده بيبقى فيه فراغ هنا في الحتة دي زي ما انشايفين اهه كده عملت الفراغ عايزين نعمل كمان الصباع الاول زي ما انشايفين اقوب نعمل شكل العظم ويكون عبارة عن دايرة من تحت ودايرة من فوق بس بتاخد المقاسات والصباع العليمين ده طبعا بيكون ميل عشان لو جبت ايدك الشمال وحطت ايدك الشمال كده يعني هو انت بترسم معي جربت اهه ترفع ايدك وشوف شوفها هتبقى عاملة ازاي التكوين بتاع الايد هتلاقيها ازاي ما احنا عادي نرسم العظم بعمل اه العقلة التانية طبعا الصباع بتكون من عقلة وعقلة وعقلة وغالبا المفروض يعني الانساء الطبيعي بيكون عبارة عن ثلاث عقل فانت زي ما انت شايفين عملت العقلة الاخيرة دايما تبقى الصغيرة اعمل الصباع الاول زي ما انت شايفين اهو بابدأ اخد العظمة التانية او العقلة التانية وبيعملها اخرها عند اخر حاجة في الصباع الاول يبقى الصباع التاني ده اللي هو اول صباع اللي بنعمل الشهادة به الصباع ده اخره اخر عقلة فيه بتكون على طبعا من الصباع الاول فالعقلة التانية فيه بتكون عبارة عن ان هي بتكون اطول من اخر عقلة في الصباع الاول خالص اللي اولها واحدة عملناها عاليمة زي ما انت شايفين اهو بعمل اخر حاجة في الصباع الاول هبدأ اخدش على الصباع التاني طبعا الصباع التانية هيبقى اطول من الصباع اللي احنا استعملينه بعمل ساكل كده حوالين الدايرة بعدين باطلع لفوق من الجهتين بطريقة دي اهو بطلع لفوق كده وطبعا بعدي شوية اه اه باب اطول شوية من الأعلى يمين من الصباع لالعالمين زي ما انتم شايفين اهو اهو لو رحيسوا ستتلاقوها مش على 한국 الخط بيبقى اطول شوية اقهي عاقلة برده. هنعملها اطول شوية عن اللي جنبها زي ما انتم شايفين اهو انتم هو Airlines' العقلة شوية عن اللي جنبها وهعمل اخر عقلة برضو طبيعة تبقى على سنة برضو عن اللي جنبة طبعا الحاجة بسيطة عبارة عن دايرتين صغيرين من الزاوية وخط مستقيم ممكن اميله شوية بالطريقة دي طبعا اخر حتة في الصباح دي بنعملها عبارة عن لو حد بيلعب شطرانج لو حد يعرف بالشطرانج في عسكري العسكري ده بيكون عبارة عن دايرة ومن تحت كده القاعدة بتاعت العسكري فهي بتبقى حاجة شبيهة لك الصباح اللي بعده هنعمله أصغر شوية طبعا عن الأوسط ممكن نعمله زي الصباح الأولاني تقريبا نفس المقاس زي ما انت شايفين ونعمل العول اللي بعدها برضو هنعملها بنفس المقاس تقريبا انهم بيبقوا غالبا متساويين ونعمل اخر حاجة خالص زي ما قلت لكم على شكل العسكري بتاع الشطرانج ومبارة عن دايرة فوق ونزلة على قاعدة زي ما انت شايفين اهو الرسمة سهلة يا ريت اللي هيرسمها يبقى تليها حسابها على انستجرام هتلاقوه في صندوق الوصف ويروح يتابعني في صفحة الفيز هتلاقوه في صندوق الوصف برضو اللينك موجود كل اللينكات بتاعت السوشيال موجودة في صندوق الوصف هتلاقوه هناك واللي يرسم يبقى تليها حسابها على انستجرام او يعمل لي منشن على ستوري واللي عنده اي سؤال بخصوص الرسمي يكتب لي في كومنتات هنرد على كل الكومنتات اخر صباح اهو بنعمل في العقلة التانية وبعدين هنعمل التالتة طبعا الصباح ده بيبقى اصغر من باقي الصابع فبالتقريب كده احنا بنشوف بيبقى تقريبا نص الصباح اللي جنبه زي ما انت شايفين وهعمل اخر اا عقلة فيه اللي هي ازي ما قلت لكم اللي بتكون على شكل العسكري دا كان الفيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عقابك ولعقابك الفيديو ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واشوفكم الفيديو جاي ومع السلامة اشتركوا في القناة